موجز الأخبار من قناتكم الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية كشف البدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش أمس بولاية عامة عن توقيع 21 قرارا نهائيا لاستفادة من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية حيث سينطلق قريبا إنجاز مشاريع مهيكلة على مستوى عدة ولايات وجاء ذلك خلال مداخل لركاش بمناسبة الملتقى الوطني حول أفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية والذي تنظمه ولاية عامة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذكر المدير العام أن الولاية ستحتضن مشروعا كبيرا لصناعة عجلات الآليات الكبيرة مؤكدا أن المشروع يتواجد في المراحل الأخيرة من المفاوضات أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفاء أهمية الإحصاء العام للفلاحة موسم 2024 والذي انطلق يوم التاسع عشر من ماي المنصر في الحصول على بيانات دقيقة حول مكونات القطيع الوطني وكشف شرفاء أن الوزارة حولت زهاء 450 ألف هكتار إلى ديوان أقول تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية وذلك بهدف توفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب وذكر الوزير خلال ملتقى الزراعات الاستثمارية أن دائرته الوزارية وقفت على قدرات عقارية تشمل 15 مليون هكتار مؤهلة لاستصلاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية المدمجة في الجنوب أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن بارك أمس بالجزائر العاصمة أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل ولد إشرفه على افتتاح يوم دراسي نظمته لجنة الانضباط المركزية بمقر الحزب تحت عنوان الانضباط الحزبي وأخلقت الحياة السياسية شدت المسؤول الحزبي على أن أولوية الحزب بالنسبة لهذا الموعد الانتخابي الهام هو حث الجزائريين على الذهاب إلى صندوق الاقتراع حفاظا على الوطن شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية أمس مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ قرابة ثمانية أشهر للمطالبة بوقف أقول فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة المحاصر حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وتحت شعار وقف الإبادة الجماعية في غزة رفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الكيان المحتل مطالبين أيضا بوقف العمليات العسكرية الصهيونية في رفح ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون توجه ريال مدريد باللقب الخامس عشر في تاريخه بمسابقة دور أبطال أوروبا بعد فوزه سهرة أمس على بوري نهاية الموجز رفقتكم في تقديمه إيمان شربي في أمان الله